هذه خمس أفكار ومعتقدات ونصايح غير صحيحة في عالم البي سي السلام عليكم معكم معذ من قناة تيك لو قبل لا نبدأ إذا كنت مهتم بمحتوى التقنية والهاردوير لا تنسى تشترك في قناتي وتفعل جرس التنبيهات وخلونا نبدأ خطأ رقم واحد خذ أي كيس يقول لك يا رجال الكيس ما هو مهم خذ أي كيس هذا رح يوديك في داية الكيس قطعة جدا مهمة الكيس هو الشيء اللي رح يشيل القطعة الخاصة فيك كلها فضروري أنك تختارها بعناية كل كيس يفرق على الثاني من ناحية قدرتها على تبريد القطع الـ Airflow كيف الهو يدخل كيف الهو يطلع فضروري أنك تركز لي على هذه النقطة من باب المقارنة عندي هنا كيس كورسير 5000D وعندي كيس الـ NZXT H400i وعندي RTX 3080 أول شي جربت هذا الكرت على برنامج فير مارك في كيس الـ NZXT H400i وزي ما أنتوا شايفين في الاختبار الحرارة كانت حوالي 75-76 وسرعات الكرت تتراوح ما بين 1860 إلى 1875 ولكن مقارنة بالـ NZXT H5000D اللي هو وراي حاليا نسخة الـ Airflow الحرارة كانت حوالي 67-68 درجة مئوية والسرعات أثناء استخدام كيس الـ 5000D كانت حوالي 1890 إلى 1905 ميجا هيرتز الفرق يعتبر ما هو بسيط تحسن في التبريد ما بين هذا الكيس وكيس الـ NZXT H400i على هذا الكيس كان الكرت يشتغل بحرارة أقل بسرعات أعلى وبصوت ضجيج أقل لأنه زي ما أنتوا عارفين كل كروت الشاشة إذا ارتفعت حرارتها تزيد سرعة المراوح وإذا نقصت الحرارة سرعة المراوح تقل طبعا نفس هذا الكلام ينطبق على المعالج برضو خصوصا إذا كنتم مركب تبريد هوائي طبعا ممكن بعض يقول أنه هذا المقارنة الظالمة بسبب أنه كيس الـ NZXT H400i يعتبر كيس مايكرو اي تي اكس وهذا الكيس الـ 5000D يعتبر كيس ميت تاور ولكن صدقني حتى ما بين كيسات الميت تاور رح تحصل فيه كيسات بينهم هذا الفرق في التبريد فلا تصدق أي شخص يقول لك أنه الكيس ما هو مهم الكيس جدا مهم أنا ما أقول لك أشتغل كيس غالي جدا فيه كيسات كثير اقتصادية وأداءها جدا ممتاز في التبريد قبل لا تشتري أي كيس حط في بالك ثلاث نقاط مهمة بالترتيب واحد الأداء والتوافقية الأداء مقصود فيها اللي هو التبريد داخل الكيس والـ Airflow عما بالنسبة للتوافقية هو توافقية الكيس مع القطع اللي أنت راح تختارها فعلى سبيل المثال أنت معاك مبرد مائي 360 ملي مو كل الكيسات تدعم ريديتر 360 ملي فأنت لازم تكون حريص من هذه النقطة وتتأكد أنه الكيس اللي راح تشتريه يدعم المبرد اللي معاك المذربورد اللي معاك مناسب لمقاس كرة الشاشة اللي معاك النقطة الثانية هي التصميم أو شكل الكيس شوف الشكل اللي يعجبك والنقطة الثالثة والأخيرة هي السعر شوف الكيس اللي مناسب لميزانيتك ويحقق هذه الثلاث شروط خطأ رقم اثنين خذ أي مذربورد عندي هنا المذربورد Z490 من ASRock اللي هي نسخة الـ Pro 4 حرفياً هذه أزبة المذربورد وممكن تفكر أنك تشتريها كل مذربورد فيها شي يسمونه نظام توصيل الطاقة أو اللي يكون اختصاراً بالVRM وبرضو نظام توصيل الطاقة له نظام تشتيت حراري خاص فيه عن طريق الـ Heat Sinks اللي يعني تشوفونا هنا اللي وهذا وهذا بعض المذربوردات مع الأسف نظام توصيل الطاقة فيها ونظام تشتيت الحراري الخاص بنظام توصيل الطاقة سيء جداً لأبعد الحدود زي اللي موجود في البورد هذه كانت أزبل شي جربتها بحياتي تقريباً الآن هذه المذربورد معانها من فئة Z واللي ما يعرف فئة Z فئة مخصصة الكسر السرعة اللي تدعم معالجات انتل اللي قابلة الكسر السرعة على عكس مذربوردات H و B ولكن هذه البورد الخائسة معانها Z اللي أنه كسر السرعة فيها شبه مستحيل بسبب نظام توصيل الطاقة الغبي اللي موجود في هذا المذربورد وخصوصاً النظام التبريد الخاص فيه طبعاً عندي معالج الـ i7 10700K وحاولت أكسر سرعة هذا المعالج ولكن إيش صار؟ كسرت سرعة كل الأنوية على 5 جيجا هيرتز على 1.35 فولت ولكن الصدمة زي ما انتم شايفين أثناء السرس تيست السرعة تنزل من 5 جيجا هيرتز إلى الـ basic clock اللي هو 3.8 جيجا هيرتز هذا بسبب نظام توصيل الطاقة في المذربورد يحتر جداً يحتر لدرجة أنه يعمل thermal throttling اللي قاعدين تشوفونا الآن هذا ما هو thermal throttling بسبب حرارة المعالج حرارة المعالج ما كانت خطيرة أو ما وصلت للحد اللي المفروض يسوي فيه thermal throttling هذا بسبب التبريد اللي موجود على نظام توصيل الطاقة أداءها جداً جداً سيئة وما يسوى أنك تشتريها نهائياً بصراحة الشي غبي أنهم يسوون ماذربورد من فئة زي ومع ذلك ما يمديك تكسر السرعة عليها يعني حرفياً ما لها أي فايدة ولكن على الجانب الآخر ماذربورد زي زي 490 MPG لجيمينج بلس حقه MSI اللي موجودة الآن بالتجميع هذه قدرت أكسر سرعة المعالج عليها مو بس إلى 5 GHz بل إلى 5.1 GHz على 1.37 بولت ومع ذلك حرارة الVRM ما تخطط الستين درجة مئوية وما كان فيه أي مشاكل السوء ما وقف لين هنا هذه الماذربورد برضو بعد فترة من الاستخدام بدأت تولع لمبة اللمبة حق التسي بيو زي منت شايف طبعاً حاولت أصلح المشكلة أخذت رامات من واحد من الشباب حطيتها فصلت الأسلاك رجعت أركبها شلت المعالج ورجعت أركبها حاولت أني أصلحها بكل الطرق ولكن في النهاية اكتشفت زي ما كنت متوقع من البداية أنه المشكلة من الماذربورد الزبالة هذي فلا تصدق أي شخص يقول لك اشتر أي ماذربورد لأنه ممكن تطيح على ماذربورد زي هذي وبنفس الوقت ما أقول لك خذ ماذربورد غالية في ماذربوردات كثير بسعر اقتصادي وبأداء كويس برضو قبل لا تشتري ماذربورد لازم تحدد احتياجك ما ينفع تاخذ أي بورد وحطها على ماذربورد من فئة B أو H هذا ضياع فلوس بصراحة أنك تاخذ معالج من فئة K وتركبها على ماذربورد غير قابل للكسر السرعة كالمروض أنك ما تاخذ معالج من فئة K من البداية أول شي حدد احتياجك من البورد هل أنت بغى تكسر سرعة أو ما تبي تكسر سرعة كم المنافذ الساتر اللي تحتاجها إيش المواصفات اللي تحتاج تكون موجودة في البورد وبناء عليها تقدر تشتري وقبل ما تشتري ضروري أنك تشوف تجارب الناس لهذه البورد وتتأكد أنه نظام توصيل الطاقة ونظام التبريد الخاص بالVRM يكون كويس على الأقل ولكن عشان أكون دقيق مو لازم تقلق كثير على موضوع الVRM وتبريد الVRM خصوصا إذا ما كنت تبي تكسر سرعة لأنه معظم الموذربوردات بدون كسر السرعة حتى بعضها يجي بدون هيت سينك وشغالة تمام ولكن الكلام يجي تبي تكسر السرعة الخطأ رقم ثلاثة أو لما نقول تنسق أعداداتها أنا ما أقصد أعدادات الـ Graphics أنا أقصد أعدادات الموث والكيورد هالشي ما رح يساعدك أبدا أنك تحسن لعبك كل شخص عنده الأعدادات اللي يرتاح عليها ويعرف يلعب فيها لازم تشوف الأعدادات اللي أنت مرتاح معها وتعرف تصوب فيها ويبغالك وقت على ما تتعود عليها وتعرف تلعب بعض الناس يفضلون الموث الخفيف بعض الناس يفضلون الموث الثقيل بعض الناس يفضلون الـ DPI العالي بعض الناس يفضلون الـ DPI المنخفض كل شخص لها التفضيلات الخاصة فيه أما أنك تنسق أعدادات شخص معين هالشي ما رح يساعدك أنك تطور من مستواك وتحسن منه طبعا ما أقول أنه هذا الشي مستحيل ممكن تنسق أعدادات شخص وتعرف تلعب ولكن هذا الشي ما هو دقيق ولا هو صحيح لأنه كل اللي صار أنك تعودت على الأعدادات الخاصة بهذا الشخص ليس إلا وبرضه لا تغير في الأعدادات كل يوم بعض الأشخاص يوميا يغير بالأعدادات يوميا غير الـ DPI يوميا غير الـ Scentivity لازم تثبت على أعدادات معينة وتتعود عليها وبعد فترة رح تتحكم فيها كويس ورح يسر لعبك أحسن فيها وتصويبك أفضل فشوف الأعدادات الخاصة بالماوس والخاصة بالكيبورد اللي أنت ترتاح فيها ولا تنسخ أعدادات أي أحد الخطأ رقم 4 هل هذا المعالج يحتر؟ دائما تسمع هذا السؤال كثير هل المعالج هذا يحتر؟ هل هذا المعالج حار؟ طب كذا أنت قاعد تضيع وقتك وقاعد تضيع وقتك اللي قاعد تسأله لأنه ما رح يعطيك إجابة مباشرة وواضحة السؤال الأدق عشان تحصل على الإجابة هو كم واط يصرف هذا المعالج؟ هنا تقدر تعرف إيش المبرد اللي تقدر تجيبه عشان يقدر يشيل هذا المعالج لك على سبيل المثال عندك معالج يصرف 125 واط ورح تركبت عليه مشتت حرارة يقدر يشتت 170 واط هنا أمورك رح تكون تمام ما رح تعاني من مشاكل حرارة أو ثيرمال ثروتلينج شايف كيف بسيطة أو سهلة ما في دائنك تسأل الناس ما في دائنك تسأل أحد هل هذا المعالج حار؟ هل هذا المعالج يحتر؟ هل هذا المعالج يسخن؟ خذها قاعدة كل المعالجات تسخن السر يكمن في كم واط يصرف معالج يصرف 60 واط غير عن معالج يصرف 200 واط المعالج اللي يصرف 95 واط رح تركب عليه مشتت حرارة يفرق عن المعالج اللي يصرف 200 واط على سبيل المثال أي مشتت حرارة رح تشتريه راح يجي في المواصفات الخاصة فيه كم واط يقدر يشتت الموضوع بسيط وسهل ما يحتاج تسأل اي احد وش المبرد المناسب او وش الكولر المناسب لهذا المعالج او هل هذا المعالج حار او مو حار بمجرد انك تشوف هذا المعالج كم يصرف واط وتشوف هذا المشتت كم عنده قدرة تشتيت كم واط يقدر يشتت كذا خلاص تقدر تعرفه بنفسك الخطأ الخامس اذا كسرت سرعة كرت الشاشة او طورت كرت الشاشة وغيرت المعالج أو كسرت سرعة المعالج الأداء رح يزيد معك 5 فريمات 10 فريمات 15 فريم هذا معيار غير دقيق نهائيا ما تقدر تقيس فرق الأداء بعدد الفريمات اللي إذا كنت قاعد تتكلم عن لعبة واحدة إنه زادت معك 10 فريمات أو 20 فريم هنا أوكي ولكن تقول لي إذا طورت الكرت حقي وطورت المعالج الفريمات رح تزيد معي 10-15 فريم هذا المعيار ماهو دقيق نهائيا رح أقول لك ليش خلنا نأخذ هذا المثال تخيل أنه معك دولار واحد وجيت أنا وعطيتك دولار برضو الآن ثروتك كانت دولار الآن صارت دولارين نتكلم هنا أنه صار معك الضعف كان معك دولار صار معك دولارين هذه زيادة تقدر بنسبة 100% صارت ثروتك ضعف ولكن لو أنت معك 50 دولار وجيت أنا برضو وعطيتك دولار واحد نفس الدولار اللي عطيتك إياه قبل شوي الآن صار معك 51 دولار ولكن هنا الزيادة تقدر بنسبة 2% وليس بنسبة 100% لو الآن معك لعبة قاعد تشتغل معك على 30 فريم وبعدها كسرت سرعة كرت الشاشة أو غيرت كرت الشاشة المهم أنك سويت شيء صارت اللعبة تشتغل ب40 فريم هذه زيادة تقدر بنسبة 33% تقريبا ولكن لو عندك لعبة ثانية شغالة ب100 فريم ونفس الشيء زدنا مجرد 10 فريمات نفس ما زدنا 10 فريمات هنا هنا الزيادة تقدر بنسبة 10% بس من 100 إلى 110 فالأدق نحن نتكلم بالنسب نقول أنه بين هذول الكرتين مثلا فرق في الأداء يقدر بحوالي 35% كمتوسط طبعا الأفكار والمعتقدات الغير صحيحة في عالم البي سي كثيرة جدا فعشان كده ممكن نحولها إلى سلسلة بحيث أنه في كل حلقة نعطيكم 5 أفكار ومعتقدات غير صحيحة في عالم البي سي وبكده نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر اللايك رح يدعمني كثير ولا تنسى تشترك في قناتي لو ما كنت مشترك وتفعل جرس التنبيهات ولا تنسى تترك لي تعليق في خانة التعليقات ونشوفكم في فيديو قادم